ولكن هطلب منكم أن تختاروا ثلاثة بس في بعض الأوقات أو بعض المطشاط بيكون فريق كل نجوم زي مصر شو مثلاً الهلال السعودي أو زي مطش المونتري المكسيكي بيبقى صعب قوي تختار اتنين أو ثلاثة لعيبة يكونوا نجوم مباراة لكن احنا متفين على ده من داي وان زي ما بيقولوا فهطلب منكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا تختاروا أفضل ثلاث لعابين في مباراة الأهلي ومصر المقصة اللي تلعبت امبارح ومناسبة اختياراتكم ووجهات نظركم خليني أقول لحضراتكم مباراة الهلال السوداني جمهور ده طبعاً سؤالنا موجودة على صفحات الأهلي تيفي على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر أسمع رأيكم في رجوم مباراة الأهلي ومصر المقصة اللي تلعبت امبارح نروح لأحسن ثلاث لعابين في مباراة الأهلي قبل الأخيرة بقى نتيجة مباراة الهلال السوداني المباراة دي الحقيقة يمكن ما كانش فيها منافسة كبيرة يعني من بدايات كده فرزنا الأصوات الأصوات كانت مراحة بشكل كبير جداً بشكل يعني واضح لمحمد عبد المنعم اللي أدى مباراة من أفضل مباراياته وبالمناسبة على فكرة هو مش أفضل لاعب في المباراة دي بس لكن تحدي الأفريقي اختاروا أفضل لاعب في الجولة التانية من مبارايات دوري أبطال أو دوري دوري الأبطال واتفق مع جمهور النادي الأهلي في اختياره كأفضل لاعب النادي الأهلي في مباراة الهلال السوداني في المركز التالي كان أليو دينج الدبابة المالية اللي ما شاء الله يوم بعد يوم الحقيقة يعني الرجل مش محتاج يزبط إمكانياته ولا يزبط قدراته أكتر من كده واحد من أفضل اللاعبين في أفريقيا الحقيقة مش بس في الدوري المصري وفي المركز التالي كان المتقلق المسلم ده الحقيقة والحقيقة يمكن يحسب لي حفاظه على ثبات مستوى عشان يتغير شوية شكل جدول الترتيب اللي هنتابعوا مع حضراتكم دلوقتي بعد نتائج مبارح مازال حمدي فتحي نجم خط وسط النادي الأهلي في المقدمة لعب 12 مباراة برصيد 14 نقطة في الصدارة وراء طبعا الغائب أكرم توفيق اللي كان مفنش الموسم اللي فات الحقيقة في غاية التقلق وحافظ على تقلقه في الموسم التاني على التوالي وطبعا الإصابة يمكن بعدته شوية عن المشاركة بعشر مشاركات عشر مباراة شارك فيهم أكرم بيحتل المركز التاني برصيد 12 نقطة بيجي وراهم الصاعد الوعد اللي تراهن عليه للأهلي والكرة المصرية وأتمنى وبكر مرة تانية عبدالقادر ورقة مهمة جدا في مواجهة مصر أمام السنغال أحمد عبدالقادر ب12 مشاركة معاه 8 نقاط في المركز الثالث علي معلول 13 مشاركة 7 نقاط في المركز الرابع برسي تاو صفقة الأهلي الجديدة وأهم يمكن صفقة أجراها النادي الأهلي في الموسم الأخير في المركز الخامس من 9 مشاركات ب7 نقاط وراهم محمد هاني اللي تقلق بشدة في كاس العلم الأندية 12 مباراة 6 نقاط عمار حمدي المصاب طبعا نتمنى العمار أنه يرجع بسرعة العاب هيكون مؤثر جدا ومتأكد أنه هيكون ليه دور مهم جدا مع الأهلي السندي هيكون بعد كده 6 مشاركات ب6 نقاط وبعد كده آليو دزانج اللي بيصعد فيه الترتيب من 13 مشاركة 6 نقاط وننتظر الكتير من آليو دزانج اللي فاز بلقب الأفضل حسب أراءكم واختياراتكم في الموسم اللي فات زياد طارق بيخش في الموضوع 5 مشاركات آه لكن معاه 4 نقاط رامي ربيعة 6 مشاركات 4 نقاط ياسر إبراهيم بيتقدم مركزين عشان من 10 مشاركات يكون معه 3 نقاط وعبد المنعم من مباراتين فقط معه 3 نقاط كهرباء طبعا اللي رحل عن الأهلي في يناير عدد المشاركات كان مباراتين معه 3 نقاط السلية 10 مشاركات 3 نقاط محمد مغربي 3 مشاركات نقطتين ومعه 3 مشاركات ومعه نقطتين بعد كده محمد مجدي أفشة اللي بيتهيق لي يمكن تعرض كده لهزة أثرت عليه بس أعتقد أن المستوى المرضود اللي قدمه مبارح بيقول محمد مجدي أفشة راجع وبقوة 13 مشاركة مع نقطتين الشحات 14 مشاركة نقطتين وكل من مصطفى شبير بدر بنون الشناوي وعلي لطفي نقطة واحدة في رصيد كل واحد منهم ده هو جدوى للترتيب بعد ما خطينا نقاط اختيارات حضراتكم في مبارات الأهلي والهلال السوداني وبارة تانية بفكركم منتظرين أراءكم في ما يتعلق بقى بالأفضل التلاتة أفضل تلات لعبين في مبارات الأهلي ومصر المقصة إمبارح النهار